أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الدولة من الانزلاق إلى الدمار والخراب واشدد الرئيس السيسي في مدخنته بجالسة نقاشية التي عقدت بمناسبة فعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي وبناء المستقبل أنا دايماً بسجل حجة واحدة هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصل له في 2011 نتيجة إيه؟ نتيجة أسباب حقيقية نحن ناس تعبانا وعايزة تغير صحيح بس تغيره إزاي؟ اللي إحنا بجي نتكلم في النهاردة ده أن إحنا نغير أسباب تردينا أنا قلت لكم المثال اللي بدأته مع المسؤول اللي في بلجيكا قلت له أنت 500 مليار أنا بقى 400 مليار وأنا عايزة أعمل جامعة تدي تعليم كويس وأنا عايزة أعمل مستشفى تدي علاقة كويس وأنا عايزة أعمل مدرسة تدي تعليم كويس